مجددا سفينة اخرى قادمة من ايران وجهتها اليمن ولا شيء غير اسباب الموت وحده القادم من هذه الوجهة ففي الحادي عشر من فبراير تحول مسار السفينة من بورت سيدار التابعة للأمم المتحدة القادمة من طهران والمتجهة نحو ميناء الحديدة لتغير طريقها الى ميناء جيزان السعودي للتفتيش بعد الاشتباه بحمولتها من قبل قوات التحالف العربي ليتضح بعد ذلك بحسب تصريح الناطق الرسمي لقوات التحالف ان السفينة كانت محملة باجهزة تشفير اتصالات لاسلكية عسكرية العميد احمد عسيري اكد ايضا ان هناك تعمدا في اخفاء هذه الاجهزة وقيام طاقم السفينة بعمليات تضليل كون الشحنات الخاصة في برامج الاغاثة الخاصة للأمم المتحدة لا تفتش تفتيشا دقيقا خصوصا انها تحمل شعار الامم المتحدة الا ان مكابرة قائد السفينة وعناده ادي الى كشف ما هو مخبأ على متن السفينة وان تكون ايران متهمة بتهريب اسلحة للحوثيين فذلك ليس بجديد فسفن ايرانية كثيرة محملة بالاسلحة تم ضبطها وهي متجهة الى الحوثيين في اليمن فبالامس القريب كان الرئيس هادي يجدد من انقرة اتهاماته للايرانيين وحلفائهم بتهريب الاسلحة لليمن ولكن الاجد هو ان يتم استغلال سمعة منظمات الاغاثة العالمية في تمرير الاسلحة والاجهزة المحظورة وهناك من يذهب الى ان هذه المحاولة لم تكن سوى تشويش وعرقلة لاداء المنظمات الاغاثية في اليمن يدرك الجميع ان الاسلحة التي تحاول طهران مدى الحوثيين بها لم تعد قادرة على تغيير مسار المعركة في اليمن لكنها بكل تأكيد ستطيل من امد الصراع في هذا البلد المنهك وهو ما ترجوه طهران بل وتسعى لتحقيقه اشتركوا في القناة